تابع الوحدة الثالثة نظام تكليف الأوامر الإنتاجية نشوف مثال أعطيت إليك البيانات التالية عن بعض الأوامر الأوامر سنشوف المواد المباشرة والأجور المباشرة ومصرفات أخرى مباشرة وتكليف إضافية محملة أول أمر الأمر رقم 311 كانت مواد المباشرة 10,000 ريال وجوره 20,000 ريال مصرفات أخرى مباشرة 5,000 تكلفة إضافية محملة دي عايزين نحسبها الأمر الثاني 312 مواده 15,000 ريال وجوره 25,000 ريال مصرفات أخرى مباشرة 10,000 ريال وعايزين نحسب التكلفة الإضافية المحملة الأمر الثالث رقم 313 مواده 5,000 ريال وجوره 15,000 ريال مصرفات أخرى مباشرة 5,000 ريال وعايزين نحسب التكلفة الإضافية المحملة المطلوب احسب التكلفة الإضافية المحملة بافتراض رقم 1 يتم تحميل التكلفة صنعية الإضافية بمعدل 50% من تكلفة المواهد المباشرة يبقى نشوف المواهد المباشرة التي كانت معطعة في الصفحة السابقة ونضربها في 50% المطلوب الثاني بافتراض أن يتم تحميل التكلفة الصنعية الإضافية بمعدل 120% من تكلفة الأجور المباشرة يبقى ندور على تكلفة الأجور المباشرة اللي هي معطعة في الصفحة السابقة ونضربها في 120% في المطلوب الثالث بافتراض يتم تحميل التكلفة الصنعية الإضافية بمعدل 10% من التكلفة الأولية طبعا التكلفة الأولية هنا اللي هي المفروض نجمع مواد مباشرة زائد أجور مباشرة زائد أي مصروفات أخرى مباشرة مجموحهم يديني التكلفة الأولية ينضرب في 10% عشان يجيب التكلفة الصنعية الإضافية المحملة المطلوب الرابع بافتراض أن معدل الأجر 5 ريال ومعدل التحميل التكلفة الصنعية 10 ريالات لكل ساعة عمل مباشر هنا بقى في المطلوب الرابع صعب شوية مفروض ندور على ساعة العمل المباشر الأول ولما نلاقيها لكل أم نضربها في 10% إزاي؟ نشوفها بعد شوية الحل التكلفة الصنعية الإضافية المحملة بتساوي أساس التحميل الفعلي ضرب معدل التحميل حل مطلوب واحد تحميل التكلفة الصنعية الإضافية بمعدل 50% من تكلفة المواد المباشرة تكلفة الصنعية إضافية المحملة هتساوي من المعطى هذا يبقى أساس التحميل عندي المواد المباشرة ده اساس التحميل في الخمسية نعوض الأمر رقم 311 كانت مواده ده مواد مباشرة كانت موطة بعشر تلاف والمعدل موطة ده معدل التحميل موطة بخمسين في المية بعشر تلاف في خمسين في المية يطلع خمس تلاف ريال الأمر الثاني كانت المواده المواد المباشرة بتاعته مستاشر الف ريال في المعدل خمسين في المية يبقى سبعة تلاف وخمسمية الأمر الثالث 313 كانت المواده المواد مباشرة خمس تلاف خمسين في المية يبقى الفين وخمسمية حل مطلوب رقم اثنين اللي هو كان بيقولي ان التكاليف الصناعية الإضافية دي تحمل بمعدل مية وعشرين في المية من تكلفة الأجور المباشرة يبقى الأجور المباشرة دي هي دي اساس التحميل المراضي اساس التحميل يتغير يبقى التكلفة الصناعية إضافية بتساوي تكلفة الأجور المباشرة اللي هي اساس التحميل في مية وعشرين في المية للأمر رقم 311 دي الأجور المباشرة بتاعته أجور مباشرة كانت موطة باشين ألف في المعدل التحميل اللي هو مية وعشرين في المية نتيجة الضرب بتطلع 24 ألف الأمر الثاني رقم 312 أجوره كانت خمسة وعشرين ألف في مية وعشرين في المية تطلع تلاتين ألف الأمر رقم 313 أجوره كانت خمستاشر ألف في مية وعشرين في المية تطلع تمنتاشر ألف حل مطلوب 3 تحميل التكاليف الصناعي اللي ضفيه بمعدل 10% من التكلفة الأولية المرة التي تكلفة الأولية اللي هي أساس التحميل تتطلب مننا أن نجمع المواد المباشرة زائد الأجور المباشرة زائد أي مصرفات أخرى مباشرة مجموعة 3 يديني التكلفة دي يديني التكلفة الأولية أضربها بعد جهة في 10% نشوف تتحساب إزاي يبقى التكاليف الصناعي الإضافية المحملة مجموعهم مواد مباشرة أجور مباشرة زائد مصرفات أخرى مباشرة كل اللي يطلع ده بعد مجمعه في 10% نطبق للأمر الأول رقم 311 كانت مواد مباشرة له 10,000 زائد الأجور المباشرة كانت 20,000 زائد مصرفات أخرى مباشرة كانت 5,000 ومجموحهم أضربه في 10% يطلع 3,500 ريال الأمر 312 مواده كانت 15,000 أجوره 25,000 مصرفات أخرى مباشرة له كانت 10,000 مجموحهم ينضرب 10% تطلع 5,000 ريال الأمر الثالث 313 كانت مواده 5,000 زائد أجوره 15,000 زائد مصرفات أخرى مباشرة 5,000 مجموحهم مجموحهم ينضرب 10% تطلع 2500 ريال حل مطلوب أربعة تحميل التكاليف الصناعية الإضافية بمعدل 10 ريال لكل ساعة عمل مباشر ومعدل الأجر 5 ريال لكل ساعة عمل مباشر هنا خلي بالك ساعات العمل مباشر هي أساس التحميل أساس التحميل والمعدل هو 10 ريال ده المعدل نشوف هنجيبها إزاي هنجيب الأول ساعات العمل مباشر اللي هي أساس التحميل اللي هي أساس التحميل مش موجودة نجيبها إزاي نقسم تكلفة الأجور مباشر على معدل أجر الساعة لأن خلي بالك نفتكر تاني مع بعض لو حابت أجيب الأجور بتساوي الأجور المباشرة نفتكر كده مع بعض بتساوي الساعات في معدل الأجر دي عادي خالص الأجور مباشر بتساوي العمال يشتغلوا كم ساعة في معدل الأجر يديك الأجور مباشر طب لو أنا عايز أجيب بقى من نهفز زي العلاقة عايز يجيب الساعات الساعات يبقى أقسم بقى الأجور على معدل الأجر اللي هو العلاقة دي يبقى ساعات العام المباشر بتساوي تكلفة الأجور مباشرة مقسومة على معدل الأجر الساعة هنطبع العلاقة دي للأمر 311 تكلفة الأجور بتاعته كانت 20,000 على معدل أجره خمسة يدينا 4000 ساعة عمل مباشر الأمر الثاني اللي هو 312 دي كانت تكلفة الأجور المباشرة له 25,000 على معدل أجر خمسة تطلع 5000 ساعة عمل مباشر الأمر الثالث 313 كانت تكلفة الأجور المباشرة له 15,000 على معدل أجر الساعة خمسة تطلع 3000 ساعة عمل المباشر يبقى دي طلعنا كده أساس التحميل الفعلي اللي هو ساعات العمل المباشر أرجع بقى أشوف التكاليف الصناعية لإضافية المحملة اللي هي بتساوي ساعات العمل المباشرة اللي احنا طلعناها دلوقتي اللي هو أساس التحميل في معدل التحميل للساعة نيجي للأمر 311 كنا طلعنا أساس تحميل وساعات العمل 4000 ساعة ومعدل التحميل كان معطى بعشرة تطلع 40,000 ريال الأمر الثاني 312 كنا طلعنا ساعات العمل المباشر له 5000 وبرضو معدل التحميل هو هو العشرة الأمر الثالث 313 كنا طلعنا ساعات العمل المباشر له 3000 ساعة ومعدل التحميل هو هو عشرة تطلع 30,000 ريال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر